وفي حوال خاص أيضا للتلفزيون المصري أكد رئيس التحريد التنفيذي لموقع مقتدى محمود باسيوني أنه لا توجد خطوط حمراء في النقاشات ولفت إلى أن القضية حقوق الإنسان من أولوية الدولة في ظل ما تحقق من إنجازات في هذا الملف خلال السنوات الماضية تيار هذه القضية هي قضية من أولويات الدولة المصرية الآن لأنه في الحقيقة الدولة حققت فيها إنجازات كبيرة جدا خلال الفترة اللي فاتت نيمكن نبتدي من القرار السياسي عند الرئيس عفتها السيسي أنه زار الكاتدرية في العباسية ويعني هنأ المسيحيين أخواتنا شقائنا المسيحيين بأعياد الميلاد وده بقى تقليد رئاسي سنوي أيضا تبرع لأكبر كنيسة موجودة في الشرق الأوسط في العسامة الأدرية الجديدة كل هذه المؤشرات أيضا توديع تهميش المناطق المهمشة في مصر سواف الصعيد أو في غيره ده نوع آخر من أنواع التمييز اللي كان بيمرس في السنوات السابقة والآن مصر يعني بتخلص منه بشكل أو بآخر لكن تظل فكرة التمييز في المجتمع قضية مهمة جدا وقضية مطروحة دائما للنقاش فيه رؤى رساسية كثيرة جزدا موجودة النهاردة ممثلة في الحوار الوطني قوة الساعة دي عندها رؤى متباينة عشان يصلوا إلى صورة من الصور اللي ممكن تدي ملامح إزاي ممكن يبقى فيه قضاء على التمييز في الجمهورية جديدة وده اللي احنا كلنا يمكن نطمح ليه في الحوار الوطني